معات معينة شطرة قوي في الحتة دي وعملين فرق عشان يبسوا الإشعاعات ويبسوا مش عارف ايه ويعملوا ايه والكلام لا ما ينفعش ده ده كمان في ميزة تانية ان القانون اصلا ما بيقتصرش على المواطن المصري داخل حدود الدولة المصرية هو بيتعامل مع المواطن المصري اينما كان يعني حضرت له مواطن مصري في دولة اخرى وحصل عندك مشكلة فبرضو القانون بيتعامل مع الاشخاص المصريين اللي برا مصر ده نوال حاجات جاية طب هو دلوقتي مش مهنة سوالي ده يعني هو دلوقتي المواطن يحمي مثلا الموبايل كده لو قلنا حاجات اولية يعمل ايه هو انا اهم من ده انا يهمني اوصل الناس رسائل تانية ان القانون ده مش تكميم افواه يعني هو ده ما بيقولش الحد ما تكتبش وليس له علاقة بالشائعات بمعنى ان الشائعات كده كده شائعة في قوانين جنائية بتعاقب على الشائعات يعني ايه ملوش علاقة بالشائعات يعني حضرتك النهاردة تصدير شائعة تصدير شائعة على الانترنت والحاجات اللي بتحصل زي المدارس والحداث اللي حصل فترة اللي فاتت دي ملهاش علاقة بقانون مكافحة جرام تقنية المعلومات لان كده كده الشائعة لها قوانين اخرى بالفعل موجودة القانون بيتعامل مع الجرائم التكنولوجية او بمعنى اصح وبيسد فراغ تشريعي كان مطلوب زمان حضرك لما كنت بتروحي محكمة او تروحي في اي حتة وتجيبيه له ايميل ما كانش بيعترف به صورة فيديو الكلام ده كله ما كانش بيعترف به بعد القانون ده بقت الحاجات دي كلها يعتد بيها بخلاف انها مش بتفيد بس في قانون مكافحة جرام تقنية المعلومات لكن كمان بتفيد في الجرائم العادية يعني كان فيه جرائم ممكن بتتم عادية جنائية كان ما يعترفش فيها بايميل ولا باسم اس جات رسالة ولا بواتساب ولا الكلام ده بعد قانون مكافحة الجريمة الالكترنية واستحداث حاجة او يعني هيبقى فيه بعد كده حاجة اسمها معامل أدلة جنائية رقمية أو ديجتال فورينسكس لاب دي بتقدر تقول إن المستند أو الحاجة اللي حالك مقدمها دي صح ولا مش صح وهيبقى فيه ده كل ده هيتم من خلال اللاحة التنفيذية بتاعت القانون اللي هي خلال ثلاث شهور من إصدار القانون اللي هو من يوم 18-8 هيتقال فيها مين الخبرى ومين اللي يمكن الاستعانة بيهم في المحكمة عشان يقول الدليل بتاع حضرك ده دليل سليم ولا تم التلعب فيه وفيه حالات كتيرة حصلت دون ذكر الأسامي والواقع والواقع من أربع خمس شهور ومن سنتين وتلاتة فيه ناس عاملة جرائم كبيرة جدا ضد الدولة خرجت براءة بسبب أن الدليل الرقمي بتاعها تم نقله من مكان الدليل لمكان آخر بطريقة غير سليمة فخلت تاريخ بتاع الفولدر اللي موجود بقى بعد تاريخ الأبض على الشخص يعني شخص عمل جريمة وكات الجريمة دي مثلا يوم 1-8-2018 فلما جمي الناس خدوا الدليل اللي هو اللي على الكمبيوتر ده عملوا له كوبي اتنقل بتاريخ 28-2018 المحامي طلعه براءة قال تاريخ الفولدر بعد التاريخ اللي تم الأبض عليه طب أنا هلا بقى بعد القانون ده هقدر أتراك الموضوع بشكل أقدر أخلي فيه عندنا خبرة هي اللي بتقدر تطلع الدليل لأنه هي كمان اللي مهمة في القضايا من النوعية جراء بالضبط وإزاي يتعامل مع الأدلة الجنية الرقمية بشكل سليم وما يفسدهاش دي حاجة مهمة هو أنا هنا الأستاذ محمود كان بيقول نقطة مهمة جدا وهي الأخلاقيات اللي اتغيرت وبقت للأسوأ نتيجة لاستخدام الإلسي أو الجهل اللي حضرتك أشار تليمش مهندس ده خلى الناس حتى على المستوى المجتمعي لو تاخدوا بالكو الناس بقت خايفة تتكلم مع بعض يعني خايفين يبعتوا البعض أسم أساس يقول لك حسن ياخد لي سكرين شوت خايفين يهزروا مع بعض بالتليفون أقول لك حسن فيه أجهزة موبايل نوع كده معين بيسجلوا المكالمات فالناس بترعد تحط يعني خلى فيه هو مش محتاج على فكرة يعني فيه برامج بتعمل الكلام ده من العدم بتستحديسه من العدم يعني إيه من العدم يعني حريك أنا أكثر المكالمات اللي بتجيلي الفترة اللي فاتت من ناس معروفة public figures الناس دي تفبرك لها محادثات واتساب هي ما عملتها أصلا آه دي سهلة ولم يستخدم تليفونها أصلا